أسعد الله أوقاتكم حبايبي اليوم حتكلم لكم عن مواقف المتابعين المضحكة والمحرجة الموقف الأول تقول صاحبة القصة زوجي طلع وأخذ جوالي بالغلط معاه مو بس كده طلع ما أخذ جواله بعد يوم استوعبت أني بدون جوال حسيت أني شوي وانجلط لأني مدمنة جوال بشكل يخوف مرة لدرجة أني بكيت شوي تخيلوا بكيت عشان جوال وبعدها جلست أدور في البيت أدور في البيت أدور على حلول ولقيت حل غبي مثل وجهي أخذت جوال قديم ما في شريحة ولا نت دقيت على رقم الطوارئ 9-1-1 ورد علي واحد خرشني قلت له زوجي أخذ جوالي بالغلط عادي تدق عليه وتتسكر عشان ينتبه أني اللي معاه جوالي قال لي هل أنت في خطر ولا ما عندك أحد إن خرشت زيادة ومره خفت وقلت لا لا عادي خلط شكرا وقفلت وأنا من خرشة بعد دقائق رجع زوجي وهو يضحك مصروع ضحك انتبه أنه أخذ الجوالين وأنا من الغباء علمته بسواد وجهي والله يا جاني تهزي يحب قلبك بس استاهل ليه أعلمه بكل صغيرة وكبيرة أنا انهرتي صاحبة القصة الله يسعدك زي ما ضحكتيني القصة الثانية تقول صاحبة القصة أنا من الكويت الموقف اللي صار لي وأنا كنت بأول متوسط وهذا الموقف صار بالترمة الثاني أول شي كانت علينا حصة رياضيات وكنا ناخذ الحصة بذاك اليوم بر الفصل كان علينا اختبار بهذاك اليوم وبعد ما خلصنا وكل شي الأبلة قعدت تصحح الأوراق وبدون ما تنتبه الأبلة طلعوا شلة النحس مين ذولة شلة النحس؟ ذولة أربع بنات اللي هم أم كشة وابو علي والصرصول المنفوش وأم أربع عيون حرفيا ذاهوا لقبهم لدرجة أكثر المدرسة نسوا أساميهم وقعدوا ينادونهم بلقبهم الميون خلونا نكمل طلعوا ذول البنات بر الفصل بدون ما تنتبه الأبلة وأنا الملقوفة قلت للأبلة وقالت تمام بشوف موضوعهم بعدها دقت جرس الفزحة وطلعنا بر الفصل وكان زحمة جيش قريش ما شاء الله أمة لا إله إلا الله طلعوا والبنات طلعوا من الحمام بدون ما تنتبه الأستاذة وقلت خليني أقط ميانة معهم وروحت لهم أربع عيون وقلت لها تدرين الأستاذة شافتكم وانتوا تطلعون بر الفصل وشافتني وانا شفتكم وشافتني وانا شفتكم وانتوا طالعين وسألتني مين ذول البنات قلت قبل ما أدري والبنت المسكينة قعدت تعزز لي وكفوا ما قصرتي والشلة كاملة وانا رافعة خشمي من الفخر وما حد قدي وطبعا أنا كنت جالسة أكذب عليهم والأستاذة سمعتني وهم يعززون لي وقالت بأعلى صوت عندها وين البنات اللي قلتي لي عنهم إنهم طلعوا بر الفصل يفلانة وأنا انحرجت والبنات قاعدوا يتحسبون علي أحسن ما حد قلهم يطلعون بر الفصل بدون علم الأستاذة بس إني انحرجت بشكل مخيف لأنه قومت بنات موجودين وأبلات ومراقبات ومرشدات وأنواع وأشكال وبعدها تب توبة نصوحة ما أفتن على أحد أو أعلم على أحد راح يسموني كالستفة الثانة بعد كذا الله يسايدك الموقف الثالث موقفي بايخ جدا بس راح أقوله أنا انتقلت لدولة أوروبية وكنت جديدة على ذي الدولة وما أعرف اللغة كويس مرة بالمدرسة كان فيه واحد بيرقض بالممر متحمس وحالة حالة وأنا جلسة أمشي حالي حال نفسي فجأة يضمن من وراي يبي يلطف الجو معاي لأن جديدة وكذا أنا انفجعت ومن الخوف عملت له حركة جون سينة ما حسيت بنفسي إلا هو بالأرض ويتألم والكل قاعد يطالع فيني ومن صدم مين ذي المتوحشة مو بس كذا قمت أسبه بالعربي حتى لما استوعبت الموقف وكنت بيعتذر قلتها بالعربي أعسفة هو لسه من صدم من ردة فعل ومو فاهم شيء المسكين شفقت على نفسي وتفشلت ومن يومها يعاملني بخوف وخايف يلمثني حتى المسكين رحمته والله جبتي له الرعب الموقف الرابع تقول صاحبة القصة أول فترة زواجي خرجنا من مطعم قل نعدي نسلم على أهلي ونروح قلت تمام وأبو زوجي توه خارج من الشوار وجاهز للنوم خلاص قدموا لي عصير وبعدها دخل وجلسه أنا قمت أسلم عليه والعصير في يدي ما أدري لش وينكب عليه من راسه لرجوله شلون ما أدري كيف المهم جيت أبكح لها عميتها جيت بمسح إلا أكب كاسة موية قدامي وقتها من قوة الفشلة قعدت أصيح لن رجعنا لبيت وزوجي يهد فيني بس من بعدها أبو زوجي حذر جدا كل ما شاف شي قدامي يحذرني خاف مني كالمسكين الموقف الخامس أيام ما كنت مخطوبة كنا حاضرين زواج أم خطيبي وقتها حاضر معانا الزواج وأنا مستحية مرة طوال الليل ما أبي أرقص وحاولون فيني لين بالقوة قمت أرقص وأجيكم وأرقص وأرقص ذاك الرقص ومن الحماس وأم خطيبي تقوم تشجع وتصفق وتحمس زيادة ومع الحماس راجع على ورا وأتحمس زيادة ويشوش راسي وهبا على السماعة حقة المطربة وراي وما انتبهت الله وتشقلب من فوقها وأتفشل قدام أم خطيبي وقدام كل المعازين ورجعت البيت أصيح الحماس اللي الله يحرمنا منه الموقف السادس تقول صاحبة القصة كنا طالعين أنا وأختي من الحرم قبل ليخلصونا التراوح نبي نلحق على الباص ووقتها كان العسكر متجمعين إيش كثرهم عشان التنظيم وأختي تدعى سعبايتها بقوة واتطيح على وجهها من الفشلة ثوت نفسها ميتة وأنا أتسدح جنبها من الضحك وهي تيهامس تقولي بسوي نفسي عمية ومشيني للباصات وأنا أشاهق ضحك وهي تنتظرني أقوم وساعدها والله شافت ما مني رجا وصار العكس هي اللي وصلتني للباص لأنه أنا اللي متت ضحك ما قدرت أوقف الله يساعدكم أنت وأختك الموقف الأخير تقول صاحبة القصة موقف صار لي مرة يفشل وإلى اليوم كل ما أتذكر وأتفشل زيادة كنا في فندق في الحجرة الصحية عشر أيام وهناك تعرفت على حرمة ومعاها بنوتة نفس عمر بنتي المهم يوميا نتقابل في المطعم وبناتنا يلعبوا مع بعض في يوم طلعت غرفتي وإلى العاملة حقتها تدق الباب وتديني كيس تقولي هذا أرسلتلك هو مدام فتحت الكيس فيه شوكولت وحلة وعصيرات انبسطت عليهم بنتي أكلت منهم ورتبت الباقي في الثلاجة وكان فيه عطر هدية فكيت وشميت وقلت خلاص أقابلها الصباح وأتشكرها وإلى بنص الليل تجيني العاملة تقول مع ليش أنا غلط في رقم الغرفة أعطيني الكيس يا الله يا الفشيلة طبعا جمعت الباقي والعطر وأديتها وكلمت الحرمة اعتذرت منها أني فكيت الكيس أنا أقول ترهي الغلطانة المفروض تكتب اسم أو رقم الشقة عليه وبس انتهت قصصنا أو مواقفنا اليوم أتمنى أني رسمت الضحكة بوجيهكم ولو شي بسيط